السلام عليكم وبركاته ازاكم عامليني نهاردة كتيركم بحلقة جديدة من ساعة اخر فيديو نزلنا له تجربة ويندوز عن موبايل وانتو كتبتلي في الكومنتات ان ظهرت شوية مشاكل من المحاكل اللي فات منها اول كومنت من نامي وبتقول خدعت صديقاتي وصدقوا اني اخذت الكمبيوتر بس بدي شرح مبسط ولمشكلة التقطيع والخروج انا جهازي هونو بلاي ذاكرة 64 راما 4 معالجه قوي بس مراتي قطع ويطلعني مع وش بيضحك وقلب المكسوب والتاني من كامل عبدالرحمن اتمنى قلت اسمك صح بول اريد حل مشكلة خروج المفاجئ بليز اخي اناها لكم النهاردة جبت لكم برنامج غير اللي فات مش هيخليكوا تجربوا ويندوز عشرة بس هيخليكوا تجربوا جميع نسخ الويندوز ومعاها نسخة الماك واس يعني انت حرفية انت هتجرب ومن اول ويندوز الوات 3.1 اظن انك انت مسمعتش عنه وبالكده واللي سمع عنه اعرف ان انت اوسطوري واللي مسمعش عنه فانت تسمع عنه هتبقى اوسطوري فلو س سمحت اضغط زر اللايك المهم نقود للموضوعنا من اول ويندوز 3.1 لحد ويندوز 11 وغير كده انت هتجرب الماك واس فالو سمحت لو انت متحمس ما تنساش اضغط زر اللايك وتشترك في القناة وتفعل قصة الشعرات عشان انا متأكد بازن الله الفيديو هيعجبني فخلينا نحفوش في الفيديو على طول كده بيفتح بسم الله ومسلم النبي مايكروسوفت ويندوز فيرجن 3.1 يا السلام يا السلام على الطعام والحلاو والادام المهم النهاردة هنجرب اقدم ويندوز في التاريخ ومش فاكر او ما اعتقدش انه كان فيه شاشة كفل كده فسو ممكن تكون دي غلطة ولا حاجة فخلينا نعمل لوجه يعني انت كنت سيبت كل المؤسرات الصوتية ومنسكتش غير على المؤسر اللي بعملوه لفيديوهات الاطفال لا حول ولا قوة الا بالله خلينا بس ناخد ده ننزله تحت ونستعمل ده طبعا البرنامج بيدعم الماوس والكيبورد هتسأل الماوس والكيبورد ايه لو انت رسه جديد في القناة ومشفتش الحلقة اللي فاتت كنت اشتريت ماوس الكيبورد من شركة ما بتقدمهاش يعني ماوس الكيبورد من شركة ما لهاش في الماوس الكيبورد بس الغريب انها قدمت ماوس الكيبورد قوية لو عايزة تشوف الفيديو هتلايف او في الايك المهم زي ما انتوا شايفين دي واجهة ويندوز 3.1 تكنيكلي انا لاحزت ان فيه هنا ايه لا فيه هنا لقيت فيه هنا علامة بطارية وعلامة الشبكة وحتيت العلم لان انا معرفوه وما اظنش ان ويندوز 3.1 كان فيه بطارية لان كانت لاجهزة كبيرة كده لو الناس حضرت ايام الشاشة للبلغة الكبيرة دي وكان بيشتغل بالكهربة مفيش لابتوب بساعت عشان يبقى فيه علامة البطارية الرخمة بزهرة دي فممكن ان يكون ده غلط من المطور غير ان فيه هنا حاجة عاملة زي علامة تفعيله بويندوز لا ويندوز 7 برجون مش عارفه عشان يعني يثبت لك ان هو زي كوبي اوف ويندوز عشان مش هيحقوبك طبعا ونشر الى اخيره بالنسبة للايكون لو خدت بالك ان الكمبيوتر عامل زي الدرجي كده اه ممكن حلو ماشي عايق وهو شكله حلو والسلة ادي سلة المهمالات عاملة زي سلة المهمالات تاعدي جدي جدي جدك انا نايس كده كده شالس هه كده بكبر كده بصغر تعال هنا ومش فاكر برضو ان كان فيه موشن يعني كاتل معها الجات ضعيفة يعني ده اضعف من انتل بنتيوم وانتل سيلورون تبتتكلم في ايه اوكي البرنامج طبعا مش مصمم من هو ازر 3.1 بس دي كثيم ل3.1 المهم فيه هنا جيمز والاكونة بتاعت علامة تيرس وفيه هنا بنت برنامج الرساء برنامج الرسام اللي تقريبا نزل مع ويندوز 7 بنجربه على ويندوز 3.1 والله البرنامج شغل تمام نستنى كده خلنا نختار نغير الفورشة ما بغيرهش الفورشة خلنا نمسك قلم حتى اوكي بيمسك القلم وعملت شعار غريب كده بنعمل كده تحت ساب ساب سيك رايب اه ما عرفش الفورشة عامل كده ليه بس ايه اوكي ساب سيك رايب اه ممكن نجبي اوه هلا ستيك امسح اه 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 اوكي ده خلنا نجرب كرون كده نكتب بس ما فيسارش ايه ميرو ميرو يو تيو بس تمام مرة كده انا مصوق حدا يسألني ليه انا مش مش بشغل النت انصحك متشغلش النت علي عشان كمية العلانات اللي هتلبس في وشك وانت بتحول من نسخة لنسخة وهوارجكو في اخر الفيديو زي بحول من نسخة لنسخة هتصدها راسك فمبدئا احنا بدأنا بويندوز 3.1 وخلينا ندخل في الويندوز اللي بعد اوكي المفروض ان احنا هتجرب by windows 95 هو ده مايكروسوفت ويندوز 95 مافيش بقى فيرجين 3.1 ولا فيه لعبك ولا فيه مشاعر ايه عندك لوق اون ويندوز والواجهة دي تغيرت كانت دي ناحيه دي ودين ناحيه دي الاخيره نعمل لوق اون ايوان تسمعني مبدأيا متأكد برضو انه ما كانش في ده وردني كده الساعة مم ساعة حلوة بس دي ساعة ويندوز 7 وريني البطاريه او دي بطاريه برضو نفس الشكل ويندوز 7 الله دي بعلق لطاوي وطيه يا مصطفى بالانسد باور سيفر تخليه بالانسد اوكي وريني كده كانت ستارت بص يا شباب هو ده اول قائمة ستارت تنزل في نسخ ويندوز زي ما انتو شايفين شايفين قائمة بسيطة مكونة من كم طابط ادي طابط 2 3 4 5 6 المهم متكونة من اي من 6 طابط الاول اللي هو شات داون وفيه شات داون ورستارت اوه تاني واحد في هيلب اظن ان هو سننشوف ايه هيلب دا اوكي فتح لنا اسمه دا فتح لنا جوجل هيلب دا هيداخلك على الموقع بتاع البرنامج وعندك كنترول بانل اوه كنترول بانل اخيرا يا اخي اخيرا الشكل القديم اخيرا ايوا كده خلينا نكبر يوبا بدأوا يستعملوا الشكل دا من اول ويندوز 95 واول قائمة start نزلت كده في ويندوز 95 برضو ادي معنومات من استفادة اه نفس هو الشكل اوكي كيبورد ماوس استعنا نشوف الماوس هم نقدر غير شكل الماوس بس اكيد الماوس اللي احنا عرامينها تحت المهم فيه taskbar and start menu حلو taskbar location bottom اوكي مفيش غير bottom ودول مش شغالين وحتى دي مفيش غير شادة اوكي ومش كامل حدش قول الكامل حضرتك انت بتجرب محاكي وكأنك فاتح ويندوز في اللي انا نسيته في الويندوز اللي فات ان احنا نفتح my computer وده الشكل بتاعه ندخل كده مثلا ايه نشوفه لنا صورة نقول لحاجة استنا ندور على صورة اوكي اوكي هنشوف الصورة دي الله الصورة دي بتقولك فيها اشترك من القناة وده من تصميمي انا يعني انا اللي كنت اعملها فلو سمحت انت شفت الفيديو هو دلوقتي الديئة اللي عندك تلاها السبعة ولا التامنة ارجوك احنا مية واحد وعشرين دلوقتي وعايزين ان شاء الله نزيد ونبقى نتين ونوصل للالف عارفين ساعة ما نوصل للالف ليكو هدية كبيرة جدا مني فيه هنا علامة السيرش اللي فوق وما اظنش انها شغالة يعني مثلا فيه فولدر عندي اسمه DCIM انا وضغط نصيرش مش شغالة نبقى لساعة ما نضغط على انتر اسمعوا كده وما فيش حاجة فاسوب سيبكم منه ونرجع واطلعوا برا انا بقى ندخل على الويندوز اللي بعده اوكي ده ويندوز الفين هزهر لكم دلوقتي قدامكم ويندوز الفين بروفيشنال ده اول نسخة بروفيشنال تنزل من ويندوز ليه بقى دي اسمه انا ويندوز الفين بروفيشنال يمكن عشان فيه كزا نسخة ويندوز تاني خليبها لكم انا قبل ما اعمل الفيديو ده اتفرجت فيديو كامل عن تاريخ مايكروسوفت في نظامها اللي اخترعته اللي هو نظام الويندوز وهي طلع ان فيه ويندوز قبل ده وطلع اصلا ان اساس الكمبيوتر او اساس النظام كاتشاس السودة بيظهر لك كتابات وانت تبرمج يعني انت حرفيا عايز كمبيوتر لازم تتعلم برمجة لكن دلوقتي انت حرفيا بتجيب الكمبيوتر اللي عارف برمجة وانت تدخل تنزل جي تي اي او زي ما احنا بنقولها يعني كعرب بنقولها جاتا او حرام العربيات وتلعب فخلينا بقى نشوف ويندوز كده ايه الفين اوكي اول حاجة خدت بالا منها وانتو خدت بالا منها ان ده اول ويندوز يستعمله فيه الرسومات اللي انتو شايفينها دي والالوان يعني احنا ودخلنا هنا فدت بالك ان الالوان هنا بقت احسن يعني نفس الوجهة اللي فاتت بس بدا ايه بقى احسن الايكونات بقت دي الوان بقت بشكال مميزة كانت سترت هي هي فاشته اغيرت خالص كل دي البرامج ايه ده ايه ايه ده ايه 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 اتا تعالى ايه اتا تعالى وما تجرب لي والكاميرا والصور وورد بد ايه ده ارد بد ايه واو فمايكروسوفت وور. استنى دية عايزين نكتب ايه? لو. يا عم اكتب. عم استنى اللي بعربي. لو سمحت اشترك في القناة من الزر الذي في النزال. الذي دايما نزال بحطه في اخر الكيبورد. الذي لونه احمر. اوكي هو البرنامج شغال. بس انا هل ممكن اغير اللون? جرب مسلا حط لون احمر. احمر. اه غيره. طب حيلو استنى نمسح. الذي لونه احمر. اذا هو اللون رجع زي ما كان ليه. دي انت بتهرد. احمر. تعالوا بقى كده ايه نمسح ده. والله حتى نقدر نحدده. الفكرة بقى هنا هل نعرف نعمل اسمه ده. نصدره. سينا. هل نقدر نسايفه كأنه في دي اف. هندخل مثلا كده على الاندرويد. ونسايفه في اندرويد نفسه. كان نوت رايت فايل توزيس بلوكيشن. اوكي. حطه في داونلود. نعمل اسم. دقيقة دقيقة دي. انا اطلع دلوقتي اشوف هو 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 تحول الى وورد. اوكي. للاسف الملف طلع مش شغال. او غير معتمد زي ما كان بقوله الى مايكروسوفت وورد على الموبايل. فخلينا ندخل في الويندوز. اوكي. خلينا ندخل على ويندوز اكس بي. اللي انا متأكد ان انت عمرك مروحت منشاعة حكومية. وما قلتش ان الكمبيوتر شغال بويندوز اكس بي. ده عد علي سنين. اظن ان دي افضل النسخة بصوا بصوا جمال. هنا بقى بدى يستخدموا الالوان في كل حاجة. يعني في ويندوز الفين استخداموا الالوان في الايكونز. دلوقتي بقى باستخداموا الايكونات في الوجهة الكاملة الخاصة بالويندوز. فحنا نعمل كضيف. هو كان بعمل لوج اون وما كانتش. الله لأ. الله عليكم يا مايكروسوفت. اوكي ننزل طبعا ماوس ده تحت. ونعود لموضوعنا. ده اول ويندوز ينزل بخلفية. وقامت ستارت هنا اتغيرت تماما بقى شبه النسخة البداية بتاعت ويندوز سيفن. يعني لان اللي بعد اكس بي هو فيزيتها. واللي بعد فيزيتها بي. بصوا مش احرق عليكم. انا شوفتها كلها. اه ممكن تكون الحلقة طويلة شوية. فاستحملنا يا ما عليش. اه اتغير شكلها. بقى اول بروجرام. وتشوف من هنا. غير كده ما عادش فيه اللي هو حكاية تضغط على مش عارف يا عشان تدخل. لا كله ظاهر انا. ريستار. لوج اوف و تيرن اوف. مش اسمع شاد داون. بقى اسمع تيرن اوف. غير كده الوجهة بقت نتلونة. يعني احنا دخلنا على زيز الكمبيوتر بصوا. الوان. غير كده شكل الهارد هنا اتغير. اوكي. لو لاحظتوا هنا ان شكل دي اتغيرت. غير كده. او غير كده اخدت بالكم من الورجانايز هنا بقى شكل اتغير. غير كده الايكونز اتغيرت يعني انت الفولدرز بقى بص عامل ازاي. غير كده الايكونة او الشكل بتاع البكتشر يعني ندخل على بكتشر بقى بص عامل ازاي. نفس الشكل بتاع ويندوز سيفن ويندوز فيزيت. يعني يعطبع ده التمهيد لويندوز فيزيت. غير كده ان انت عندك مش فاكر ان ننتيندو كنترول حاجة زي كده. وفيه جيمز. ساب نضيح. ده صلع فيه جيمز. لا اه ده انا كنت اه 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 ضلطان. انا فاكرا ان دي كان اسمها كنية. كان اسمها كنيسة الغلام ما وكنتش بحبها. اوكي. اوكي. اه. والغام تتفجر. بس من غير موشن انا انا سادة من غير موشن. اه بيربل بلايس. دي اه دي اه انا عايز اطبخ. صفحة الويب غير متاحة. يالا خيبة الامل. طب استنى في حاجة شغالة طيب ولا كله صفحة الويب. اوكي. طلعينا ايرور. طب انت شغالة. الله. برافو عليكم. طب استنى بقى بتتلاك. خلينا نلعب جيم. اوكي اه شفت وش هنا. دي عين. عين مع العين. حل. ودي الوش ده مع الوش ده. حل. وده ده كيكا. ده المدرسة. ده البيت. ودي المدرسة مع المدرسة. والله ايزي. ودي مع دي. اوكي ودي مع دي. لأ. الوش ده مع الوش ده. والوش ده. انا فاكر ان ده كان مع ده. ودي كانت سوري انا ليه نزلت تحت دي مع دي. ودي مع دي. سوري ادي مع دي. ودي مع دي. لا هنا بقى لكين لاخبطة. حد ده. ريلي. كل حاجة جنبه بقى. استنى بسمعني. طب دي يا بقى انا فاكر اعمل بلاعجين. فاكر ان احنا كنا بنضغطينا. ونزبط اعدادة اللعب. نسترد. هوهوهوه.ونبهوه. بغت صعبة. بغت صعبة. المحكي ده احسن من اللى فات عشان في لعب. فينا سوليتار. برده منا ما بعمل فريج يع الععلان. انا ما بعرفش لعب اللعب دي اس احنا هنجرب نه بد. حط كيهة هنا مسلا. تبص يا جماعة انا ما بعرفش لعب التلعب اللعب دي فلو سمحت نزل تحت كدا فالكومنتات. وتقول اللعبر توي اللعب دي انت اللعب ازاي. اوكي خلاص كده كان معكم ويندوز خمسة وتسعين لا بخوري ده ويندوز اكسي بي نهر ابيان سيت فخلينا ندخل مع اوكي خلونا دلوقتي نجرب الطفل الصغير الى ويندوز سيفن وهو ويندوز فيزيتا اي حاجة سبالة يكتبه تحتها اي حاجة سبالة يكتبه تحتها بروفيشنال لا خلاص انت كده شتريت حاجة بريميوم خلاص اوكي نفسي تقريبا انا مش هتكلم عنه كتير لانه نسخة تبقى الاصل من ويندوز سبعة يمكن ويندوز سبعة محسن عنه والله نفس الصوت حتى النزل ده تحت نفس الايكونات مش محتاجة تفكير نفس الشكل من هنا من جوه مش هتكلم عنه برضو كتير الفرق ان الخلفية وقامة ستارت كان هي هي نفس هي هي وده كان ويندوز فيزيتا عالسريع كده خلينا بقى ندخل على النسخة اللي بعدها وهي ويندوز سيفن بقى الاصل العلم اكسوط هو بيطفي نفسه ويندوز سبعة بقى اوكي خلونا نبدأ بويندوز سيفن اللي البرنامج ده اصلا مصنوع عشان يديك محاكاة لويندوز سيفن فا مش محتاجة تفكير نفسه هو الشكل بتاع ويندوز سيفن اللي احنا تعاودين عليه وتعاودين عليه من واحنا صغيرين والحد دلوقتي لسه في نسب تستعمله عرغم انه هو توقف الدعم عليه ودي النسخة اللي البرنامج اصلا مصنوع عشان يحكيها وهي ويندوز سيفن يا اخي الله والله ما تلاقي كده في ويندوز سيفن اوكي زي ما انتم شايفين دي الوجهة بتاعت ويندوز سيفن ومش محتاجة تكلم عنها كتير نفسه هي هي ويندوز فيزيتا ولكن ببعض التعديلات وهنا انا اكد لكم ان فعلا هي دي الساعة بتاعت ويندوز سيفن وهي دي علامة البطارية بتاعت ويندوز سيفن وبقى الحاجات هي ويندوز سيفن عشان لو ضغطت هنا يدخلنا على وي فاي بتاعت الفون فانا مش عبيت الصراحة فخلونا دلوقتي نجرب ويندوز ايت اللي هو بعد ده اللي هو المفروض محسن عنده سنو بقى خلونا سمعكوا بقى صوت الايقاف للناس اللي مستعملش ويندوز سيفن بلا فترة اسمه؟ يا سلام خلونا دلوقتي نجرب ويندوز ايت ويندوز ايت بويند وان عشان الفيديو طول اول الحالة طويلة وعارف ان انتو دلوقتي مستعملين الماك ويسا يمبعمل ازدان اوكي ادي ويندوز ايت وما تقوليش سيفن عشان ايت بيفتح كده برده اوكي دي الوجهة وجهة سيادة مش عارف ايه ده هل هو فعلا ايت كده اصلا ما جربتش ايت خلص انا من سبع لعشرة وما جربتش 11 اصلا فحضرتك اوكي فتح طب اتهرك بصوت بتاع ويندوز سيفن اي نعم ده تحديث لوندوز سيفن ويندوز ايت بعد واحد بص يلا الويندوز ده اتشهر بحاجة واحدة بس ويمكن ده اكتر عيب الناس مش خلات ميش يعني ما استعملتوش ولزلك نزلوا 8.1 وهي مش كوكل كوروم لا وهي قائمة ستارت قائمة ستارت انا كانوا عايزين يجربوا فكرة جديدة عن قائمة ستارت ويخلوها كالاجهزة اللوحية او النظام بتاع ويندوز بتاع الاجهزة انت فاهمني طبعا بقى وبيبحث عنها مش هتكلم عن كتير الصراحة لان حرقت كتير اوي في الفيديو ده فيجيب لك كل التطبيقات هنا تضغط هنا يجيب لك الشاشة الرأسية تضغط هنا يدخلك تضغط على جهازة ده يدخلك هنا على لوج اون لوج اوف قصدي ومانجر اكاونت ورستارت وشات داون الاخرة فده ويندوز ايت ده ويندوز ايت بوينت وان وما فيوش فرق غير ان دي بس تعدلي بس ما تحلمش بكتر من كده هي نفسة هي قائمة ستارت بتاعت ويندوز سيفن بس بطريقة احدس شوية وهنا بات خايبة امل كبيرة لمايكروسوفت وخسرتها خسائر كتير وصومعت الويندوز اتضربت في الارض الصراحة فخلينا نجرب النظام اللي رجع سومعت مايكروسوفت تاني ورجع الويندوز لمكانه الاصلي تعالوا بقى نجرب ويندوز 10 اللي عند اغلب الناس دلوقتي وبعت الناس تستعملوا بكسرة وهدي ويندوز 10 يعني ويندوز 10 بتعلموا حكي اللي فات الزبالة اللي مش عجبكو ده احسن بس اللي فات كان جايب تفاصيل اكتر من ده بس في النهاية انت عندك بتجرب جماعي من نصخ يعني فاسيبك يعني لا انا بقى اوكي خلونا نجرب ويندوز 10 اللي بقى عند اغلب الناس دلوقتي واحد بشتري كمبيوتر بجرب ويندوز 10 الاول وبعدين يجرب ويندوز الف فخليكو مع ويندوز الشعب اللي رجع مايكروسوفت هي بتا تاني هو ويندوز 10 اللي غنى عن التعليف طب انت بتهرج هو اللي تيرين 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 دي مش دي تابع ويندوز 7 يا جماعة يعني حضرتك اللي عملت الورنامج لو سمحت يعني كان ممكن تحط من غير صوت انا عرف ان ويندوز 10 بتعلم من غير صوت او من صوت مجربتوش قبل كده بس اي حاجة غير ويندوز 7 يبقى حسن مش حسن وزي ما انتو تقع شايفين نفس الوجهة غنى عن التعريف بس بص بقى الحركات بقى الهنا بقى بص 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 يوم يفتح هنا حركات ويندوز 7 بس بقى اللي زعلني ليه ما حطتوش علامة السيرش الكبيرة اللي تحت ليه يعني انتو حطيت هنا كوماييك اساس كومبيوتر والاشكال النفسية ويندوز 10 واحركات فغلطوا فحاكتين انهو لما انتك تضغط على لامة الاعدادات هنا والسيتنج ويفتح لك كنترول بانر زي ما انتم شافين طب حضرتك دلوتي ويندوز تين ما فيوش كنترول بانر فيه سيتنج فلو كنت حطيته سيتنج بدل كنترول بانر لك انا هيبقى احسن حضرتك بس يلا تمام الايكونات والحركات وفي هنا نوتة عارفون انتو النتات اللي بتكتبو فيها دي اوكي سيبكم النهر دلوتي وخلينا ندخل على ويندوز اللي متعملوش محاكي لحد دلوتي ومحاكي بتاعه بنتخل اصلا انا نجرب دلوتي ويندوز 11 اللي الناس كلها كان نفسها تجربو وعارفين ان اجهزتهم مش متطلبات بتاعت اجهزتهم متشغلوش حضرتك انا خليك دلوتي تجرب 11 ودام عينيك اوه افتح بقى وندخل كضيف وتفضل ويندوز 11 اصلي التسكبار في النص وبص الايكونات بقى والحركات هنا بقى وتشوف بقى وتحس ان انت اشغال على ويندوز اللي بس كان لها منحوزة عشان تخلي التسكبار في النص عشان هيبه هنا هنا في الجنب هنا فحضرتك هتضغط هنا مطولا عشان يفتح العددات وتضغط على تسكة منيجر يا حجة اوكي هنعملها يدويا عشان تقريبا ماوس مش هعملها ان تسكة تضغط على لا مش تسكة منيجر ماشي تفضل ضغط هنا عند التسكبار وبعدين تضغط على بروبرتيز وبعد كده تضغط على الهن سنتر فاول ما تلغيها هيجيب السنتر بص النحية دهن فانت لما تضغط عليها سوري ان ضغط هنا تضغط على بروبرتيز اختارها اعمل دايما تفعيل لها عشان يبه انت فاهمني طبعا التسكبار يبه في النص انا ليه متلاخبط كده يا جماعة سوري يا ناس ويه رجع داد بردو تاني هنا زي ما انتو شايفين ده كا انت ستارت بتاعت ويندوز 11 للناس اللي مش جربتها انت هتجربها حاليا انا عن نفسي من الناس اللي ما تجربتهاش وهجربها حالا وكل البرامج من هنا بقى وغير ان الايكونات تغيرت فخلونا دلوقتي لندخل للحزة المنتزرة وهي خليكوا تجربوا دلوقتي الماك او اس اوك يا جماعة جاهزين لتجربة الماك او اس عالموبايل فضل او والله هو كده بيفتح الماك او اس انا ما عنديش ماك طبعا لان الماك غالي اوي انا مش قادر اجيب كمبيوتر كويس عشان ما اجيب الماك سيتnox ب dodge ووووه سمية الصبre بقى دي الماك او اس نظام هنا، انا نحس ان هنا بقى بلغوا شويه لانا ما نظننش ان الماك او اس شكله كده الصراحة او انا ما نظننش متأكد قغير كده بقى الايكونات هنا تمام التطبيقات كده استطЦ، استط gallette So good كل تطبيقات بتيجي هنا وبصوا خدت بالكم. ده مش تقلق على المعالج والحاجة لان المعالج بيعرض رسومات وانت تدخل التطبيق اصعب من كده. بس البرنامج كده ده ده في كاليكوليتور. واو. ده في كاليكوليتور. يا السلام. ممكن نعمل كده ايه? ان انا ان شاء الله عندي الف مشترك. وحاليا هيبقى عندي الف مشترك وحاليا ان انا عندي اه سرق امسح. مية واحد. يا عم امسح مية واحد وعشرين. مية واحد وعشرين مشترك يعني اتبقى لنا تبنى مية تسعة وسبعين مشترك يا جماعة لما نوصل الالف. فارجوك ارجوك تشترك في القناة عشان انت دلوقتي هتدخل تحت في الديسكريبشن وهتحمل البرنامج من الرابط اللي تحت ده. وهتجرب وتستمتع به وتجرب الماكو اس. فلو سمحت ما تنسانيش باللاعلي. باللاعلي انا منستكش وخليتك تجرب الماكو اس. فلو سمحت لو سمحت ما تنسانيش وتسيب الفيديو ولا لايك ولا سبسكرايب ولا حاجة تدخل تمسك الرابط تاخد خلعة بتاع وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلو سمحت ابقى اعمل. وانا مش هحرق عليكم الماكو اس عشان انت بتجربوه. واحب اقولك ان قبل ما ننهي الحلقة بس ان انت عشان تغير من ويندوز لويندوز بتضغط على علامة كأنك بتغير الثيم بتاع الويندوز وتكبر كده. تكبر عشان يزهر لك كل حاجة. وهنا هتلاحز ان في ويندوز 3.1 ويندوز خمسة وتسعين ويندوز الفين ويندوز اكس بي وفيزيتا ويت ويت بويند ويند ويليفن وماكو اس. ما عليك لو هتضغط عليهم زي ويندوز ايد كده. وهو يحولك الوجهة لويندوز ايد. طب يا معلم بالنسبة بقى للايه? بالنسبة الى وهو بيفتح. لا طبعا هو بيفتح مش هيبقى مش هيبقى سمودة مش هيبقى ويندوز اللي انت اختارت. يعني احنا مسلا ايه? هتضغط الاول على وبعدين و بعدين تختار و بعدين تختار و بعدين تختار الويندوز اللي انت عايزه. احنا كنا عاملين ويندوز ايد فهنعمل ايد ونضغط اوكي ونعمل اجز. وهيحولنا على الشكل بتاعي. طب افرد احنا عملنا مسلا بتاع ويندوز الفين. فهو حاليا هيعمل حركة عبيطة او ان هو دلوقتي. دلوقتي اهو. استنى. انا هقولك على الحركة دي. هو دلوقتي هيفتح على البوت او الشكل بتاع ويندوز الفين. استنوك ايه? هو مايكروسوفت الفين بروفيشنل صح? ادي مايكروسوفت ايد بروفيشنل انا عمشي. انا كده صدقت ان هو مايكروسوفت ايد بروفيشنل. تيجي بقى تدخل على الواجهة الاف. ايوة ايا مايكروسوفت الفين بروفيشنل. تضغط على لوج اون تلاقي ويندوز ايد. سبحان الله هو ده ويندوز الفين بروفيشنل هو ده بص بص. فده عيب في البرنامج يعني انت لو كدت تضغط على مكان واحد وايما يحول لك كان هيبقى حسن. واحب اقولك وبس كده وصلنا نهاية الحلقة. ما تنساش تضغط زر اللايك. وما تنساش تشترك برضو في الكنال. تفعل جلسة الشعارات عشان وصلت كل جديد. والفيديو ده انا تعبت عليه جدا جدا. يعني حصلت شوية مشكل في البيت وانا بقى في الباب الاوضة وبخليهم ما يتكلموش عشان اعرف اللي الاخره. وبكت امرحطهم شوية فارجوك. ارجوك. اه اسمه ده? اه طالب ان وليس امران مش فاكر كان ايه? اه? اوكي. وبس كده وصلنا نهاية الحلقة تنساش تضغط زر لك تشيري في الكنال فارجاس مشارات الشعارات الجديد. وتدخل تنزل البرنامج من اللينك اللي تحت في تسكريبشن وتجربه وتستمتع بيه. ولو عندك موسك كيبورد فالبرنامج بيدعم ناصه الكيبورد بشكل كامل.